بسم الله الرحمن الرحيم أحباء الطلبة طابة أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم ها نحن أولئنا نلتقيكم من جديد في حلقة جديدة نقدم فيها درسا في قواعد اللغة العربية لصف الخامس العداد بفرعيه العلمي والأدبي في هذه الحلقة نتناول حلول تمارين الضمار ونكمل ما تبقى منها تعالوا معي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رَبَّنَا رَبَّنَا وَآتِنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَا رُسُلِكَ عَلَا رُسُلِكَ عَلَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا وَلَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ المِعَاد انظر رَبَّنَا نستخرج الكلمة الأولى رَبَّنَا اكتب رَبَّنَا وقد يسأل أحدكم لماذا جاءت كلمة رَب منصوبة جاءت منصوبة منادى أين حرف النداء حدث والتقدير يا ربنا الضميرنا هنا اتصل بالإسم إذن إذا اتصل بالإسم فهو ضمير متصل في محل جر هكذا يكون العراب ضميرنا ضمير متصل مبني في محل في محل جر بالإضافة رَبَّنَا وَآتِنَا آتِنَا آتِنَا أَهْدِنَا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أين الفاعل بينا لكم في دروس سابقة الضمير يأتي مستتراً إما وجوباً أو جوازاً متى يستتر وجوباً إذا كان فعله فعل أمر آتِ آتِ فعل أمر إذن الفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت أما الضمير نا الضمير نا إذا اتصل بالفعل المضارع أو الأمر فهو في محل نصب مفعول به إذن هكذا يكون العراب ضمير نا ضمير متصل مبني في محل نصب انظر مفعول به ربنا وآتنا ما وعدتنا وعدتنا انظر وعده وعده وعدتنا ضمائر الرفع المتصل من بينها التاء المتحركة الفعل وعده وعدته إذن التاء هنا انظر التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فعل لماذا جاء فاعلا ابناء الطلبة الفعل في اللغة العربية إما أن يكون لازما أو متعدية كيف نعرف ذلك سمي لازما لأنه يلزم الفاعل ويكون معه جملة تامة والمتعدي هو الذي يتعد الفاعل إلى المفعول به لإكمال المعنى إذن وعدتنا الضمير نا هنا في محل نصب مفعول به هكذا يكون العراب نا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به نقطة ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك انظر إلى الضمير الكاف هنا على رسولك الكاف أحبتي من الضمائر المتصلة إذا اتصل بالأفعال فهو مبني في محل نصب مفعول به أما إذا اتصل بالأسماء أو بحروف الجر فهو في محل الجر إذن هنا رسولك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة ولا تخزنا انظر ولا تخزنا اللا هنا لا الناهية الفعل تخزي فعل المضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة أصله تخزي أين الفاعل الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تخزنا بينا لكم متى يستتر الضمير وجوبا إذا كان فعله أمر أو مضارع مبدوء بالهمزة أو النون أو التا ولا تخزنا إذن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنته ما إعراب الضمير لا اتصل بالفعل المضارع وبينت لكم ضمير لا إذا اتصل بالمضارع أو الأمر فهو في محل نصب مفعول به إذن الضمير لا هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به نكمل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد إنك إن كما تعرفون حرف مشبه بالفعل ماذا يفيد يفيد التوكيد أين اسم إن هنا اسمه الكاف انظر إنك ضمير متصل في محل نصب اسم إن لماذا في محل نصب أولا الكاف من ضمائر النصب المتصل اتصل بالحرف المشبه بالفعل والحرف المشبه كما تعرفون ينصب المبتدع اسما له ويرفع الخبر خبرا له إذن الكاف هنا انظر إنك الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن إنك لا تخلف المعاد الفعل تخلف فعل مضارع مبدوء بالتاء أين الفاعل أحسنت الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ما حكم مستتارة وجوبا لماذا لأن فعله فعل مضارع مبدوء بالتاء لا يصح أن يحل محله الاسم الظاهر إذن هذا معنى الاستتار الواجب وإن لم يكن هذا الاستتار واجبا فهو جائزا وبينت لكم متى يستتر جوازا إذن إنك لا تخلف المعاد أما كلمة المعاد فهنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره النقطة الرابعة قال الشاعر سقوني سلوة فسلوت نفسي سق الله المنية من سقاني انظر سقوني سق يسقي سق سقوا الواو هنا اتصل بالفعل الماضي والواو من ضمار الرفع إذن الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل سق سقوا أما النون هذه نون الوقاية يؤتى بها لتق الفعل من الكسر ما بعدها يا المتكلم سقوني يا المتكلم من ضمار النصب المتصل جملة فعلية سقوني سق سقوا الواو فاعل والنون نون الوقاية ويا المتكلم ضمير المتصل المبني في محل نصب مفعول به سقوني سلوة فسلوت نفسي سلوت سلا يسلو سلوت التا كما بينا من ضمار الرفع المتصل وهذه التا المتحرك للمتكلم يقول سلوت للمخاطب سلوت للمخاطب سلوتي إذن التا ضمير متصل مبني في محل رفع فعل سق الله المنية من سقاني سق الله المنية هنا هذا فيه دعاء سق الله المنية من الذي سقاني سقاني أين الفاعل سقى هو ما حكم استتارة جائز فعله ما أظن أما إعراب يا المتكلم اتصلت بالفعل ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به الآن نتناول حل التمرين الثالث تعالوا معي التمرين الثالث أبناء الطلبة عبارة سنخاطب بها المفرد المؤنث والمثنى والجمع بنوعيهما وهذا يتعلق بالضمار هذه العبارة أحبة الطلبة تقول المدرس المدرس يدعو إلى ترسيخ أي تثبيت إلى ترسيخ القيم القيم النبيلة النبيلة في مجتمعه المطلوب أن تخاطب المفرد المؤنث ونراعي ما يتطلب من تغيير المدرس مؤنثه مدرسه إذن نقول المدرسة المفرد المؤنث المدرسة المدرسة مؤنث نقول تدعو المدرسة تدعو إلى ترسيخ القيم النبيلة لا تغير فيها في مجتمعها انظر تغير مجتمعها جئنا جئنا بالضمير ه ضمير ه يعود على الغائبة يعود على المدرسة انظر أما الضمير ه يعود على المدرس إذن على الطالب أن يميز بين الضمير ه للمذكر الها للمذكر وضمير ه الها للمذكر وضمير ه للمؤنث وكذلك نخاطب المثنى نقول المدرسان المدرسان ماذا نفعل؟ يدعو يدعو من أفعال خمسة يدعوان يدعوان إلى ترسيخ القيم النبيلة في مجتمعه في مجتمعهما مجتمعهما هما للتثنية إذن المدرسان يدعوان لا تغيير إلى ترسيخ لا تغيير فيها في مجتمعهما هما للمثنى نقول المدرسان المدرسان تدعوان هنا أسناد الفعل إلى الألف الاثنين تدعوان إلى ترسيخ القيم النبيلة في مجتمعهما لا تغيير المثنى يشترك فيه المذكر والمؤنث ناتل الآن إلى الخطاب إلى الجمع حقيقة هنا على الطالب أن يتأنه الفعل المضارع يدعو من الأفعال الناقصة لا أعني كان وأخواتها الفعل عندما ينتهي بحر فعله الألف والوا واليا يسمى ناقصا كيف نتعامل في إسناد الفعل الناقص إلى الضمائر نقول المدرسون انظر المدرسون الفعل يدعو يدعونه يدعونه انظر انظر ضم سكون يدعونه إلى ترسيخ القيم النبيلة في مجتمعهم جمع المدرسون المدرسون يدعونه إلى ترسيخ القيم النبيلة في مجتمع نأتي الآن إلى الخطاب إلى الجمع المونث نقول المدرسات المدرسات هنا ينبغي أن يتصل بنون النسوة ولكن من حيث اللفظ والكتاب لا تغير فيها لا تغير فيها يبقى الأمر يتعلق بالصياغ وبسياق الكلام بما أن الفعل قد تقدم عليه مؤنث إذن هذه النون نون النسوة هكذا يدعون هذه النون هي نون النسوة ونون النسوة كما بينا لكم من ضمار الرفع المتصلة أي تعرب فاعلا بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن هذه النون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذن المدرسات يدعون إلى نكمل إلى ترسيخ القيم النبيلة في مجتمع هنه في مجتمع هنه إذن هذه العبارة خاطبنا بها المفرد المؤنث والمثنى والجمع بنوعيه التمرين الثالث أحبة الطلبة قدر الضمير المستتر وبين موقعه من الإعراب ونوع الاستتار قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى استمع الضمير المستتر أنت يقدر بأنت وجوبا لماذا لأن فعله فعل أمر قال الشاعر إذا أنا لم أعطي المكارم حقها فلا عزني خال ولا ضمني أب إذا أنا لم أعطي أعطي فعل مضارع مبدوء بالهمزة أين الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أي أعطي أعطي دع الدهر يفعل ما أراده فإنه إذا كلف الأفناد من الناس أفند دع دع اترك فعله أمر أين الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إذن هنا الضمير المستتر ورد وجوبا لماذا لأن مرة فعله أمر ومر فعل المضارع مبدوء بالهمزة بقي أن نعرب ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم من هنا اسم شرط هاب فعل ماض أين الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو لماذا جوازا لأن فعله ماض أسباب المفعول به وهو مضاف والمنايا مضاف إليه ينلنه فعل مضارع مبني على السكون لماذا اتصل بنون النسوة ينل نون هنا نون النسوة ضمير متصل المبني في محل رفع فاعل أما الآن ضمير متصل المبني في محل نص المفعول به ولو رام أداة شرد غير جازمة ورام فعل ماض والفاعل هو وأسباب المناء مفعول به ومضاف بسل من جار ومجرور وبالجار ومجرور أبناء الطلب نأتي إلى نهاية درسنا راجين لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة